هكذا بدت عمان بعد أكثر من شهر من التعطر والحظر الشامل وجزئي للحد من انتشار فيروس كورونا فبعد تلك الأسابيع التي كانت تسجل فيها الأردن بشكل يومي عددا من الإصابات جاء الأسبوع الأخير دون أية إصابات داخل المملكة ما دفع بالحكومة للنظر مرة أخرى في قوانين التشغيل والتعطيل حيث بدأت الحكومة مع بداية شهر رمضان بفتح تدريجيا للقطاعات الحيوية على غرار النقل العام الذي يعمل بنصف قدرته التشغيلية وبنظام الأرقام الفردية والزوجية وعلى ضوء ذلك قررت الحكومة الأردنية منذ أيام قليلة فقط السماح بعودة العمل في جميع القطاعات وبكامل القدرة الإنتاجية بدءا من الأربعاء المقبل ولكن ضمن مواعيد محددة تبدأ من الثامنة صباحا وحتى السادسة من مساء كل يوم معدى بعض القطاعات مثل المطاعم التي ستبقى تزاويل عملها بعد ذلك ولكن ضمن خدمة التوصيل المجاني وحتى الساعة الثامنة من مساء كل يوم وكذلك وسائل النقل الخاص والتي ستعود للعمل دون أي قيود على أرقام المركبات روحانية رمضان ووحيه المعتاد في وصل البلد في عمان بدت مفقودة في مظهر محزن جدا فهذه الشوارع التي اعتاد الأردنيون على صخبها وعلى صهرها وسمرها تغلق أبوابها قبل المغيب وتستيقظ باكرا بحثا عن ضجيجها المعتاد بضع ساعات من العمل والنشاط في نهار عمان الرمضاني وإن لم تكن كافية لتشغيل كثير من القطاعات المتضررة بسبب ضيق الوقت المسموح به إلا أنها تبدو بارقة أمل وثمرة جهد وصبر كبيرين إلى حين عودة الحياة إلى طبيعتها لقناة مساوى أحمد بدران عمان عمان